ادرجت المجلة العالمية كوندي ناست ترافلر المتخصصة بالسفر ادرجت مسار اللؤلؤ كأفضل موقع لجولات المشي في منطقة الشرق الأوسط واشارت المجلة العالمية عبر موقعها إلى أن المسار وما يحتويه من زوايا مميزة يروي قصة سنوات الازدهار في تراث مملكة البحرين اللؤلؤي هو ثاني المعالم التراثية في مملكة البحرين التي تم إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 2012 مسار اللؤلؤ يمتد لمسافة تزيد على ثلاثة كيلومترات ويحتوي على سلسلة من المواقع الطبيعية والتراثية التي يصل عددها إلى عشرين موقعاً المجلة العالمية كوندي ناست ترافلر أدرجت مسار اللؤلؤ كأفضل موقع لجولات المش في منطقة الشرق الأوسط مؤكدة أن المسار يعد لمسة جديدة على أزقة المنامة وذلك بعد الانتهاء من تطويره وترميم المباني التاريخية إلى جانب بناء هياكل معاصرة جديدة وقالت المجلة في مسار اللؤلؤ بأنه يروي قصة سنوات الازدهار في تراث البحرين اللؤلؤي ويقدم لمحة مثيرة على الإقامات الفخمة التي كان يعيش فيها التجار السابقون بالإضافة إلى التحديات التي واجهها غواص واللؤلؤ خلال أشهر عملهم الطويلة في البحر مسار اللؤلؤ الممتد من قلعة بماهر وصولا إلى بيت سيادي في قلب المحرق يعد مرآة تعكس هوية المجتمع البحريني وجزءا لا يتجزأ من تاريخ مملكة البحرين وثقافتها ترجمة نانسي قنقر